تعميم خدمات الدفع الإلكتروني بولاية ميلة أطحى على رأس الأولوية تماشيا مع توجه الحكومة الرامي إلى عصرانة المنية التحتية التقنية الخطوة رفقتها مبادرات هما شاركت فيها مختلف الجهات الفعيلة بنك الفلاحة والتنمية الريفية لن يفوت أي فرصة في مرافقة كل المشاريع التي تهدف أساسا إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وبالخصوص تعميم وسائل الدفع الإلكترونية حيث قمنا بتكوين كل إطارات وأعوان الرقابة لجميع المصالح التجارية لمديري التجارة لولاية ميلة والمفتشيات التابعة لها على مدار ستة أيام على مستوى نفس المديرية بولاية ميلة حيث تم التعريف والشرح كيفية استعمال محطات الدفع الإلكتروني المعروفة بالتبيو والتطبيقات الدفع عن طريق الكود كيير المعتمدة من طرف تجمع النقد الآلي الذي كان هو صاحب هذه المبادرة بالطبع بالتنسيق مع وزارة التجارة دعوات لتكتيف اليهود من أجل تنظيم حملات تحسيسية متواصلة يستفيد منها المواطنين في سبيل تعميم ثقافة التربية المالية لما تتوفر عليه من سهولة وأريحية عند القيام بعملية الدفع الإلكتروني على الرغم من وجود وتوفر 51 ألف محطة دفع إلكترونية على المستوى الوطني وتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنك يجب التكثيف من الحملات التحسيسية من جهة حاملي البطاقات الذهبية والبيبنكية السيب وجميع المتعاملين الاقتصاديين القطاع المنكي يشهد تطورا ملحوظا بعديد الولايات بالمقابل يواجه تحديات أخرى سيما متعلق برفع نسبة المنخرطين في عملية التفعيل الإلكترونية في وقت تسعى الحكومة إلى وضع أنظمة قانونية وتنظيمية تؤثر هذه الخدمة